وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول المحلل السياسي التركي فراس ردوان أغلو أهلا ومرحبا بك سيد فراس مرحبا بكم بعد وصول رئيس أركان الجيش التركي وقادة العسكريين لسنجار للتفاوض مع القادة العراقيين على إخراج ميليشيات الباككا برأيكم إلى أي مدى تتوقعون التوصل لاتفاق بين الطرفين في هذا الشأن؟ طبعا لدى تركيا يعني ممكن أن نقول استخباراتها الخاصة ولذلك كل خطوة ستكون بهذا الاتجاز ستكون معلقة بالاستخبارات التركية حصرا يعني أن هناك بيانات كثيرة ستخرج إن كان خرجوا البككاكا أو تم القتال معهم أو إخراجهم هذه كل الأمور قد تكون إعلامية ولذلك الرئيس أردوغان قال اليوم أفهم في الأمس قال نحن اتصلنا مع المستشار الاستخبارات العامة في تركيا وسألناها حول هذا الموضوع وقال نعم هناك بعض التحركات الجدية من قبل كما قال الجيش التركي وربما معه الحجد الشعبي ولكن أعتقد أن هذه القضية الآن ربما مؤقتة حتى تتأكد تركيا من إخراج هؤلاء العناصر من تلك المنطقة أيضا سيكون هناك ترتبات أخرى أي إذا دخل الجيش العراقي لا يوجد مشكلة لكن إذا دخل الجيش العراقي مع الحجد الشعبي أعتقد أن هناك سيكون تدخلا تركيا في هذه القضية لأن تركيا تعترف فقط في المؤسسات الرسمية الحكومية التابعة للدولة واليوم أيضا كان جيم ماتس الوزير الدفاع الأمريكي قال نريد أن نشاهد خروجا للعناصر أي أنهم يريدون أن يتأكدوا من هذا الموضوع وهذا أيضا لديه دلالات سياسية بالنسبة للمؤسسات الأمريكية مع تركيا حول هذا الموضوع أي أنهم متوافقتان حقيقة في مسألة البكاكا في مسألة في العراق طيب يعني برأيكم هل يمكن أن تقدم تركيا على بدء عملية في سنجار ضد ميليشيات البكاكا على غير رضا الحكومة في العراق أعتقد الآن أن هذا الموضوع قد أوقف حقيقة في تركيا نتيجة التعاودات التي قدمتها حكومة العراق وبذلك أعتقد أن هناك سيكون انتظار وتأكد لهذه الأنباء وهذه رسالة جيدة أعتقد من قبل تركيا لا تريد تركيا أيضا أن يكون هناك أيضا مشاكل أخرى ولكن في حال أن الأمن القومي أي بمعنى أن بقيت هذه العناصر موجودة هناك العملية بما يسمى بملاحقة العناصر خلف الحدود التركية هي مستمرة وقائمة بالنسبة لتركيا لأن هذه الآن الاستراتيجية الحديثة لماذا؟ لأن المناطق الجنوبية سوريا والعراق كلاهما حقيقة يوجد في فراغ أمني كبير في تلك المناطق وإن كان ربما الوضع في العراق أفضل منه في سوريا ولكن الفراغ الأمني موجود بسبب تواجد هذه العناصر التي تهدد الأمن القومي التركي برأيكم بهذا الخصوص تحديدا ما مدى مزاقية الحكومة العراقية لدى أنقرة؟ أعتقد الآن أن الحكومة العراقية ربما هي مضطرة لعدة أسباب سياسية أولها ضغط الولايات المتحدة الأمريكية سيكون قوي وفعال عليها لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن ترضي تركيا في هذا المجال لأسباب أخرى معروفة مثل التفاوض حول مسألة منبج وشرق الفراد هذه قضية أخرى إضافة إلى نقطة أخرى أعتقد أن من مصلحة بغداد أن تطرد هذه العناصر المسلحة ورديها خبرة في القتال هذا سيسبب لها ارتياحا نوعا ما والنقطة الثالثة إذا لم تستطع الحكومة البغدادية أو حكومة العراق في السيطرة على جميع أراضيها هذه نقطة قانونية ضعيفة بالنسبة لها يحق للدولة المجاورة التي تتضرر من هذا الإرهاب يحق لها أن تتدخل وهذا ما يسمي بالمادة 51 في هذه الأمم المتحدة أعتقد أن هذا الموضوع سلابد خلف هذه النقاط ثلاثة أن تتوجه الحكومة بجدية في تلك النقاط من أجل إتمام العمليات القادمة هناك علاقات تجارية قوية ستصبح بين تركيا والعراق إضافة لما طرحته تركيا من إعادة إعمار العراق بخمسة مليارات ونصف مليارات هناك معلومات تشير إلى أن ميليشيا البكاكا لم تنسحب من سنجار لكنها غيرت اسمها وبقيت هناك كيف تنظر تركيا إلى هذه القضية؟ طبعا كما قلت هناك مراقبة على مدار الساعة حقيقة هناك أيضا الطائرات التي تصور تلك الموضوع إضافة إلى القمر الصناعي تركيا أعتقد أن المنطقة مراقبة بشكل جيد من قبل القوات العسكرية التركية إضافة إلى اللجان الاستخباراتية التابعة لتركيا إضافة إلى نقات أخرى مثل كما قلت الولايات المتحدة الأمريكية لديها أيضا نفوذها في العراق نفوذ كبير أعتقد أنها لديها مصلحة في إخراج تلك النقطة ولكن إذا لم يتحقق إخراج هذه العناثر من تلك المنطقة أعتقد أن التدخل العسكري وارد جدا بل إنه متأهب حقيقة القوات العسكرية التركية في حال التأهب في تلك المنطقة وانتظار أي ربما أوامر عسكرية سياسية من أنقرة هذا لو حصل يعني أن ميليشيا الباكاكابل فعل متواجدة في سنجار على عكس ما تدعي الحكومة العراقية برأيكم ما هو هدف الحكومة في بسط غطاء بشكل أو بآخر على تلك الميليشيات طبعا أعتقد أن هي مسألة وقت يعني ربما تكون هذه العناصر الموجودة ولن تكون هناك بلمسة سحرية أن تدخل القوات وتطردهم بهذه السرعة لذلك على تركيا أن تنتظر قليلا هذه إجراءات تأخذ وقت ربما في هذا الشيء حتى أن تركيا عرضت المساعدة العسكرية بالنسبة للجيش العراقي لذلك هذا الموضوع حساس جدا أعتقد أن بغداد هي مهتمة جدا في هذا الموضوع كما قلت لي الأسباب المهمة جدا بالنسبة لتركيا وأعتقد أن هذه المسألة بالنسبة لي عناصر سنجار أو بيكاكا التي تغير اسمها من شيء إلى شيء أو قد تهرب أيضا باتجاه سوريا هذه نقطة أخرى هناك أيضا أعتقد أن هناك رفضا أمريكيا بالنسبة للعناصر القديمة العاملة في البيكاكا وحزب العمار الكردستاني لا تناسبها لا فكريا ولا حتى استراتيجيا لأن تركيا تريد العفوة المولايات المتحدة الأمريكية تريد ربما محاربون على تفصيلها أي على الستندرات الأمريكية ولذلك هي تفصل بين كلا الطرفين وهذا طبعا لا توافق عليه تركيا ولكن هي تريد نوعا ما مقاتلون مطاعون وحسب التوصفات الأمريكية ولذلك أعتقد أنها هي ستساهم أيضا في مجال إيقاد الكبار بتصفيتهم ربما الرئيس التركي رجب طيب أردغان طالب الاتحاد الأوروبي دعمها لعمليات تركيا في ست دول العراق واحدة منها السنجار هي مركزها لكن هل تعتقدون أن المطالب التركية ستلقى دعما دوليا أعتقد أعتقد بالنسبة لمسألة الحزب العمال الكردستاني أو البيكاكا والجناح المسلح في تلك المنطقة ربما ستلقى دعما سياسيا ليس أكثر من ذلك لأن هذه منظمة مصنفة في دول الأوروبا في الاتحاد الأوروبي أنها منظمة إرهابية وهذا قانونيا يحرج تلك الدول ولكن من الناحية الفعلية لا أعتقد كثيرا تعول تركيا على تلك الدول لأنها ليس لديها ما تقدمه حتى أنها تستغل هذه الورقة في مثلا ألمانيا في هولندا وفي بعض تلك الدول من ناحية الانتخابات الداخلية ربما حتى ورقة ضغط على تركيا أيضا في هذه القضية ولكن تركيا حتى الآن حسب التصريحات وحسب التحليلات السياسية والبيانات التي تصدع من تلك المناطق من أوروبا كما يقولون لا تعطي الدعم الفعال لتركيا ولذلك على تركيا أن تستخدم قوتها وجيشها القوي وهو الثاني قوة عسكرية في الناتو وأعتقد أن الطلب من رئيس أردوغان للاتحاد الأوروبي حتى يذكرهم بأن هذه الأراضي هي أراضي الناتو وهذه الحدود حدود لالناتو نعم سيد فراز أرجو منك البقاء معنا لنناقش في وقت اللاحق تطورات عملية غسل زيتون والأنباء عن سيطرة الجيش السوري الحر مدعوما من القوات التركية مدينة تالرفعت ترجمة نانسي قنقر